بص بقى يا سيدي كاملة هقوله اللي جاي ده مهم جدا ان احنا نركز فيه مع بعض ونفتكر او نستعيد يعني ايه اهلي مش بقول كلام خيالي عايزك تركز معايا وتتذكر وتعيش يعني ايه اهلي كابتن طارق سليمان من شوية وقت ما كان في الجهاز الفني للنادي الاهلي في 2012 بطولة اللي حصل عليها النادي الاهلي في تونس من الترجي التونسي في رادس كان سيناريو مشابه ويمكن اسوأ بكتير كمان اللي هو ايه هدف للترجي وبعد كده هدف تعادل للالف مباراة الزهاب في الكار واجه الاهلي راح هناك وكسب المباراة وفاز بهذه البطولة بعد ما خرجت الجماهير وهي غاضبة كابتن طارق سليمان بيقولك كانت بتهاجم شريف اكرامي وبتشتب شريف اغرامي عشان كانت غلطة غلطة الهدف منه واللعيبة وهجوم والاهلي راح العودة بتونس وفاز بالمباراة وفاز بالبطولة طيب ده موقف من قريب اوش مش من قريب اوش يعني 11 سنة طيب خد التقيلة بقى عشان دي انا اشتاها اشتاها من ارض الملعب كنت بغطي هذه المباراة 2006 الاهلي يواجه الصفاكس التونسي والاهلي بجيل زهبي وفي افضل احواله الفنية على الاطلاق في عام 2006 على الاطلاق عمل مباراة نهائية مش طبيعية ورائعة امام الصفاكسي مباراة الزهاب وسجل هدف وسجل هدف وبعد كده هبه الصفاكسي تعادل هبه خطر ده انت احسن بكتير ووقتها الصفاكسي كان فرقة تقيلة قوي كريم النفطي وزميله لو تفتكروهم يعني وكان معهم انيس بوجلبان اللي بعد كده راح النادي الاهلي فخلاص الموضوع يتقزم انا فاكر كويس جدا وانا خارج من الاستاد شايف جماهير النادي الاهلي وهي بتقول احنا هنروح تونس احنا هنشجع الاهلي في تونس الاهلي هيكسب في رادس سيبك من جمهوري النادي الاهلي منو الجوزيه الموديل الفني النادي الاهلي وقتها وكان واحد واحد مش انين واحد زي النهاردة واحد واحد شاف لعبة الصفاكسي في قط اللبس بعد المباراة بتحتفل وكأنها فازت خلاص بالبطولة دخل منو الجوزيه للقوضة بتاعتهم وقال لهم انتو بتحتفلوا ليه احنا هنروح تونس وهنكسب البطولة من هناك وهتشوفوا دخل لعبته وقال لهم احنا مش هنخسر البطولة دي وهنكسبها راح الاهلي هناك وفاز بالمباراة وفاز بالبطولة انا بقول الكلمتين دول ايه عشان فيه شوية احباط واحباط منطقي بعض الشيء والاحباط جاي منين ان الاهل نهاردة عمل مباراة كبيرة جدا جدا عايف لو الاهل نهاردة بيلعب مباراة وحشة كنت هتفرح وتقول ايه طب الحمد لله ان احنا كسبنا لك عشان الاهل عايب مباراة كبيرة قوي كنت عايز تكساب 2-0-3-0-4-0 كمان وتنهي البطولة بس ما تيقس ابدا وانت بتشجع الاهلي ما تقلقش مش بقولك كده الكلام الرناني اللي هو اللي بي زي بيقوله كده ايه بيدغدغ المشاعر وبيخليك تحس انك مبسوط وسعيد وفخور بفرقتك وخلاص لا بس التاريخ بيقول كده التاريخ بيقول كده كل سنحك اتهالك بتاعت 2006 دي عشان متقولش كريم بيجيب كلام من دماغه تعال اوريك شوية تصريحات مهمة جدا دي تصريحات انيس بوجلبان اللي كان وقتها بيلعب في الصفاكسي شوف بيقول ايه بوجلبان قال في تصريحاته انه عندما كان لعبا في صفوف فريق الصفاكسي التنسي خلال مباراة الزهاب نهاية دوري ابطال افريقيا 2006 حدث موقف غريب من منول جوزيه داخل غرفة خلع الملابس وقال بوجلبان ان مباراة الزهاب بين الاقل والصفاكس انتهت بالتعادل ايجابي واحد واحد وتفاجأ الجميع بتواجد منول جوزيه يقتحم غرفة خلع ملابس فريق الصفاكس التنسي ويوجه لهم رسالة صادمة قائلا لا تفرحوا بهذا التعادل توجد معركة قوية في المباراة النهائية بوجلبان قال كمان ان الجميع تفاجأ من رد فعل منول جوزيه وقتها وهو متواجد في غرفة خلع ملابس فريق او الفريق المنافس وبعد ان كان عندنا اريحية بعد التعادل ارتجف الجميع ركز ارتجف الجميع وبالفعل اقتنس الاهلي وبعد كده الفوز عن طريق هدفه في ديئة الاخيرة من المباراة وفازة ببطولة دولة ابطال افريقيا في مباراة العودة تعال بص بقى اللي بعدها جماعة تصريحات منول جوزيه كمان لو معانا منول جوزيه كان له تصريحات ويحكي هذا الموقف في مناسبة اخرى اهو جوزيه يحكي حين قبلغ مدرب الصفاكسي بالفوز باللقب افريقيا في تونس بعد المباراة راح للمدرب بتاع الصفاكسي وقال له قال له احنا هنكسب البطولة في تونس انا عايز الحالة دي تبقى عند مارسل كولر تبقى عند لعب النادي الاهلي تبقى عند جماهير النادي الاهلي مارسل كولر كان واضح جدا انه غضبان النهاردة بعد المباراة او حتى في الدقاءة الاخيرة من المباراة غضبان طبعا انه الفريق دخل فيه هدف عكس السير انه كان فيه اخطاء تحكمية من وجهة ناسه اللي هنتأكد منها من الكابتن جاد جريشيا بعد اللحظات كل الامور دي غضب منطقي وغضب طبيعي من مارسل كولر اللاعبين زعينين شفت حسين الشحات ومتدايق جدا واخيري وعمال يقول اللعبة كانت تضغط وكان المفهود يحصل ويحصل انبسط وفخر انك بتلعب في الاهلي فما تقلقش المهم انك تبقى جاهز طيب هل ده كلام وخلاص كلام تشجيع يعني عشان اهد الناس يعني لا لو بتتكلم على المستوى الفني لو بتتكلم على المستوى الفني انت بتتكلم بتتكلم بعد 30 دقيقة هتقول لك مع الصورة بتاعة البوزيشن او السيطرة للنادي الاهلي في اول 30 دقيقة كيتعاملة ازاي انا شفت حاجة ما شفتهاش في الكرة قبل كده ما شفتهاش في الكرة قبل كده النادي الاهلي يستحوز على 82% استحواز للنادي الاهلي مقابل 18% للوداد والله بدون مبلغة والله بدون مبلغة منشستر سيتي اقوى فريق في العالم يستحوز على الكرة ما شفتهاش طبعا مع فارق المستويات هنا وهنا يعني انت بتلعب على مستوى بتاعك هو بيلاعب على مستوى بتاعك بس منشستر سيتي في مبلغة اوروبية هو فارق كتير عن فرق كتيرة ما بيعملش البوزيشن ده برشلونة في جيله الزهب العظيم اللي كان بيستحوز فيه على الكرة ما بيسيبهاش ما كانش بيعمل البوزيشن ده فانت اهلي النهاردة فنيا اكيد احسن من الوداد على مستوى كل الخطوط على مستوى كل الخطوط حرفية فانت فنهم ما تقلقش على الاهل انا بس رهاني الوحيد رهاني الوحيد واللي ان شاء الله نكسبه بإذن الله انه الاهل يبقى في حالة معنوية ونفسية جيدة وما يحسش انه داخل المباراة العودة وهو خسران او هو الان او هو اصلا خسرته قبل كده نهايين في ملعب محمد الخامس في 2017 ويهي 2020 والأمور ممكن العفن في 2022 فالأمور ممكن تتأزم وممكن تتكرر لا لا ما يحطش في دماغه الكلام ده كله انت افضل فنيا تفوز على فكرة الاهلي في 2017 ما كانش افضل من الوداد بصراحة شديدة فنيا ما كانش افضل من الوداد في 2022 بصراحة الاهلي ما كانش افضل من الوداد 2023 فنيا الاهلي افضل من الوداد والاهلي هيفوز بالبطولة لانه افضل فنيا ده خلاصة القوم الكورة تحكم الكورة تحكم انا كورتي احسن انا افضل هكسب وتاني تذكر معي جيل 2017 وتذكر معي المستوى وحالة الهبوط البدني والإصابات والغيابات وظروف المباراة بتاعة 2022 أفضل أحواله لكن في 2023 الأهلي أفضل من الوداد فهيفوز إن شاء الله في المغرب في المركب محمد الخامس قدام جماهية للوداد بإذن الله